هنعمل بيتزا بس مش بيتزا حدقة هنعمل بيتزا مسكرة للناس اللي بتحب الحلويات زي حالاتي كده يقدروا يعملوها بطريقة سهلة جدا وبيطلع طعمها بقى حكاية يعني العجينة بالتوبينج اللي هنحطه بشوية التزدين هنطلع خطيرة هنعمل كمان فتة حمص وهنعمل أوزي لحمة هنشرح كل ده وإحنا نشغالين مع بعض طيب أول حاجة مأدير البيتزا بالكاسترد عجينة البيتزا معايا 3 كبايت من دقيق دقيق أي نوع دقيق core يعني مش تازم قوي دقيق اللي هو بتاع البيتزا علبة من الزباي دي ربع قباية زيت ربع قباية من السكر ومعنا كمان معلقة كبيرة من الخميرة معلقة كبيرة من البيكينج باودر ومعلقة كبيرة من الفانيليا ستايلا أو باودر معلقة صغيرة ورشة ملح زي مأدير البيتزا العادية بس نسبة السكر أعلى وحطة فانيليا ورشة ملحة طبعا في العادي بنحط نص معلقة صغيرة للوجه بقى هزينب ايه ممكن تزينب اي حاجة في الدنيا كريم شانسي بعد ما تبرد طبعا هي تتخبص فاضية سكر سوس كرامل بودنج شوكولاتة ممكن احط فكهة وشوية حليب مكسف او سكر بودرة براحتكم بقى بتزيند بتاعكم انتم انا هزينب حاجتين كاسترد وسكر وسوس كرامل وشوية موز وزبدة سايحة كده تديني تراوة وتديني تلميع حلوة للعجين طيب تعالوا نشوف المقادير مع بعض هنشتغل واحدة واحدة ازاي مقادرة سهلة جدا وبسيطة وبتطلع النتيجة بتاعتها خرافة فيها على فكرة مطعم بتقدمها يعني مش اختراع اقصد فيه مطعم بتعملها وبتبقى غالية جدا وهي شوية مكونات بسيطة فتعالوا نشتغل مع بعض واحدة واحدة اول حاجة معاي هنزل بالدقيق ننزل بكمية الدقيق كلها وهنزل كمان بالخميرة وكمية السكر اللي انا اخدته حالا ده اهو عايز اقولكو طعمها بيبقى روعة وما بتاخدش وقت واللنس بقى اللي بتحب البيتزا وبتزهق منها حادق فتقدروا تعملوها بالطريقة دي طلع معاكو حكاية ان شاء الله هتظبط من اول مرة وكمان البيكينج باودر فواضل معايا ايه الفانيليا رشط الملح الاول رشط ملح بسيطة اهو نيشي هقلب كده المكونات دي مع بعض هقلب كده نقلبها من هنا بس تندمج مع بعض مش كتير يعني مش مدة كبيرة واخد شوية الزيت ممكن طبعا نبدل الزيت بزبدة بس انا مش عايزة عالي تكلفة لان البيتزا دي هيبقى عليها حاجات من فوق كتوبينج فهتبقى مكلفة برضو مش قوي انتم ممكن تعملوها بقى اي حاجة موجودة بس الفكرة في ايه الزيت بيخليها خفيفة جدا نقلب بقى الكلام ده فين المعلقة اهي الزيت بس يختلف كويس وابتدي بقى اهو وننزل بقى بالزبادي ومش لازم اصفي الماء بتاعتها يعني هسيبها بالماء بتاعتها عادي انا هستخدم علبة زبادي اللي هي المية وخمسة جرام مش العلبة الكبيرة وفي نفس الوقت ممكن تحطوا علبة زبادي بقى دي لو موجودة كمان طبعا بالقشطة بتاعتها هتبقى حكاية الدافية اه او حليب او رايب على حسب المتاح عندكم استعلكم بس ايه سريعا كده بس كده دعالوا بقى نشيل حاجتنا وناخد شوية دقيقة حتى من هنا نرش بس على وشها وانتو كمانا ما تيجوا تخمروها ما تخمروهاش وهي عجينة كاملة يعني اسموها نصين واسبوها بعدك هتخمروهاش شايفين بقى كمية الهواء اللي فيها دي بقى لها حوالي ساعة لربا فانتو كل ما بتسبوها كل ما مش هتحتاجه اصلا نشابة يعني شايفين انا اللي بفرده ما بيلمش ما بيردش عندي تاني يعني انا ممكن افردها اصلا بايدي بصوا بقى شايفين لما انا بلمها لما بفرد ما بترجعش تاني تلمس ازاي باخدها كده حسيتوا ان فيه سنة تلذيها عايدة زودوا شوية دي هفضل بقى الف فيها لحد ما حست ان هي بقيت مقاس الصينية اللي انا عايزة زي ما قلتلكم دي مقاس 24 22 24 مش 26 بسكنها بقى مكان المقاس بتاعها بصوا بلفها كده عشان اعمل بس اطار نفس طريقة البيزا العاديه خالص يعني ما فيش اي حاجة هتبقى صعبة عليكم واعملولها طرف عشان انا هحط عندي حشو يعني هي بتستوي كده هي مش بتستوي بالحشو بس الفكرة عشان لما ايجي احط الكاسترد او البودنج او الكريمشون ملاقيش ان الحاجة بنزلتنا عليها يبقى فيه كده زي صور عشان يحميني الحشو اللي جو باخد بقى شوكة وبفضل اعمل فيها كده مش عايزة حتة مفيهاش التقريمة دي عشان ما ترفعش في الفرن لانها فاضية في العادي لما بنعمل البيتزا العادية اللي هي الايطالي بقولكو اخر مو شوي بالشوكة لأ انا عايزة دي مش عايزة حتة ميكونش فيها شوكة حتى الاطراف بصوا يعني هاخد الاطراف كده اهو وهدخل الفرن السخنة على متين لمدة سبعة دقايق وتطلع بعد كده تشوفوا شكلها هي عامل ازاي ونكمل بقى الحشوات مع بعض ننزل هنا ونبتدي بنعمل كده على لو شفت بقى الصور اللي انا عطلتلكو عليه انا لو ما عنديش الصور دي هتلاقوا ان الكريمة دي او اي ان كان الحشو اللي هحطه نزل برا وانا اكيد مش عايزة ده حط شوية وبعدين نزود براحة دي هيبتدي يتحمر اهو ده بقى لما السكر بيتكرمل او بيتحمر كله بيعمل طبعا مقرمشها هتبقى حكاية بعد كده ان كسرها كده ماشي موسيقى موسيقى موسيقى